مباشرة من المكلة ينضم إلينا النقي فيصل اليزيدي المساعد مدير شرطة السير بالمكلة مرحبا بك معنا بداية النقي فيصل وكم عدد ضحايا حوادث السير منذ بداية العام ويبدو أن الشهر المنصر كان الأكثر إيلاما ووقوع 35 ضحية كما ذكرت التفاصيل أهلا أولا نشكر قناة الغد المشرق على اهتمامها دائما مثل هذه القضايا المتعلقة بسلامة المواطنين ثانيا مثل هذه الحوادث تصنف من ضمن الكوارث لما نتوصل حادث إلى وفيات كبيرة وعداد كبيرة لكن نحن نتكلم بالنسبة لمحافظة حضرموت إلى الشهر المنصر من الحوادث بلغ عندنا 273 حادث والإصابات 170 إصابة ولوفيات إلى 20 إلى منتصف العام وهذا برضو يعتبر أنها أرقام كبيرة وإن شاء الله أنها مع التوعية تحد من هذه الحوادث والكوارث بالنسبة للتوعية النقيب ألا يوجد خطة للتوعية المرورية للسائقين والمارة في المحافظات المحررة بالتنسيق حتى مع إدارة المرور في العاصمة عدن والله يا أخي الكريم نحن دائما متواصلين مع الإدارة العامة عبر إدارة الأمن في محافظة حضرموت حول التوعية للسائقين بعضهم منهم الأطفال والآن فيه نساء كثيرة يقودن السيارات والتوعية مستمرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر الإداعات وفيه فلاشات نعملها نحن دائما عبر الكمبوسترات والحمد لله يعني فيه تقليل كل شهر تقليل الإصابات إن شاء الله مع توسعة الخطوط واكتمال البناء التحتية برضو تكون عامل مساعد للوقاية من الحوادث لأنه برضو بعض الطرقات المتهالكة تسبب في حوادث كثيرة لكن إن شاء الله نحن نأمل أن حياة الناس دائما تكون بسلام وأمان ونحن متواصلين مع أكثر الإدارات فيه أمور كثيرة أمنية وفيه أمور الحوادث طيب بالنسبة لعمل الشرطة والمرور في الميدان وتطبيق ما ينص عليها القانون هل يتم هذا الإجراء وتطبيق هذا القانون ومنح المخالفات للمتسببين في بعض الكوارث والحوادث والله شوف القانون معروف بنصوصه وبرضو القانون فيه له وفيه عليه من يخالف فيه مخالفات جسيمة لا يمكن القانون أن يتساهل فيها لابد من تطبيقها بالكامل وفيه بعض سواقين اللي هم تاريخ كبير في مجال القيادة ولهم تاريخ ولا يمكن لكن ممكن تحصل بعضها فوات بسيطة يمكن تكتفي أنك تعمله التزام أو تعهد بعد من التكرار وفيه بعض الأمور توصل للنيابة وتوصل للمحاكم بحسب ما ينصبها القانون إن كانت غرامات مالية إن كانت توقيف في الحجز كله بحسب ما ينصب فيه القانون ونحن نكلمك كمحافظة حضرموت عندنا نسبة كبيرة من الوعي نحن الحمد لله يعني من عاني منه هو بعض الازدحامات في بعض المواقع كترة المحلات وكترة الفنادق وكترة المستوصفات وحضرموت تعتبر عاصمة يعني عاصمة المكلة عاصمة محافظة حضرموت اللي قبال عليها من جبيع المديريات كان للسياحة كان للعلاج كان للقضاء الفسحة دائما نحن نواجه وضحة الصورة الازدحامات نعم أما بنسبة المخالفات هي الحمد لله يعني الناس عندها نسبة معينة من الوعي نقيم فيصل اليزيدي مساعد مدير شرط السير كنت معنا مباشرة من المكلة شكرا لوجودك معنا ترجمة نانسي قنقر